في عام 2007 آدت الجزائر اطلق ضغوة المقيدة لتقديم العطاءات المواجهة لحمل تراخيص تصنيع محركات التروبينات الغازية لبناء محطتين للطاقة وفي هذا السياق اختارت تحالف أليستون وأوراسكوم والجنرال أليكتراك لإنشاء محطتين كهرباء ترقى بأولاية غينتي موشندا قامت مجموعة سونة راك وسونة الغاز بتأسيس شركتين شركة كهرباء أسكا تي وشركة كهرباء أسكا تي من أجل إدارة هاتين المحطتين تتكون محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة للغاز الطبيعي من توربينين من بينهما توربين بخاري حيث يعمل الغاز الطبيعي على تشغيل توربين اختراقية تي آسي وتوربين بخاري تي آفي وكما يعمل الغاز الطبيعي على تشغيل تي آسي التي تستخدم غازات العادم السخنة لإنتاج البخارة والذي سيتم توجيهه إلى التوربين الثاني ثم يقوم هذا التوربين بتشغيل مورد اثنين تعتبر محطة طاقة الحرارية هذه أكثر نظافة وإثارة للاهتمام بالنسبة للبلد المنتج للغاز كما أنها سريعة الاستجابة لأنها توفر كفاءة آلة من محطات الطاقة الحرارية التقليدية وتستجيب للتغيرات القوية في الاستهلاك تم بناء محطة الطاقة ذات التروة المركبة في تارغام القبلي كونسورتيوم بقيادات أليستورم بما في ذلك شركة أوراسكوم وكلفت محطة الطارف 1.99 مليار دولار أمريكي لنفس القدرة البالغة لـ 1200 ميكاوات محطة كهرباء كودات دروش هي كلفت أيضا بنفسها مبالغ كبيرة للغاية حسب الخبراء والمراقبين وقامت الجيري بارت بمقارنة أسعار السوق العالمية لمحطات الطاقة من خلال التركيز على عملية الاستخواذ والإيجازات التي تحققت في الجزاء في الوقع تبلغ تكلفة مصنع سيمانس غينرنات الوقع بولاية الصيف 1.6 مليار دولار أمريكية محطة كهرباء حجرات النوز تكلفتها 900 مليون دولار وتم اقتناؤها عام 2005 وهي نسخة طبق الأصل من محطة كودية دروش تجدر الإشارة لأن محطة توليد الطاقة في حجر نوس احتلت عنوين الأخبار في عام 2005 وبالفعل فقد قامت في الترتيب المالي لإنشاء شركة الكهرباء حجرات النوز المسؤولة عن محطة طاقة أثناء وصول مفاجئ عرفته لمصنع صناديق الاستثمار الأماراتية لبعض الجنرالات وشكيب خليل فبعد أن أذن هذين الأثنين لامتيازات كبيرة لشركة أسنسي لفلا طلب من عدة بنوك عامة تمويل المشروع بنسبة تصل إلى 70% كما طلب من سونالغاز زماناتين المتعاقدة عليه من قبل الطرف الأجنبية الذي يمتلك نسبة 51% من المشروع الأمر الأكثر وإثارة للقلق هو الامتياز الذي لا يمكن تخيله لتزويد محطة أسكياش للغازة الذي يمتلك معظمها شركاء أجانب مجانا لمدة 20 عامان إذ تم توجيه الاتهام إلى نوردين بوترفا وسلفه غبدالكريم بنغانم من قبل إنقاذ الغرفة التسعة بالقطب الجزائي المتخصص بسيد محمد بالقرب من محكمة الجزائي العاصمة في سياق هذه العقود لبناء محطة توليد الكهرباء بالعودة لمحطتين توليد الكهرباء التيرغا وكدية الدراء وغشرتين ستحملها لتكلفة تزيد عن مليار دولار أمريكي مضحومة من الخزينة يجب أن يلقي الضوء على تدخل العديد من الأشخاص الآخرين المسؤولين في القضايا المتعالقة بسوق محطة الطاقة بالجسائر فلظهر سابريا رئيس التنفيذي والسابق لسونالكاز بمقدرته أن يلقي الضوء على الكثير من الأشخاص الذين تدقلوا في هذه المشاريع بعد بناي محطة الطاقة في تيرغا وكدية الدراء اجتم منح جوانب التشغيل والسيانة لشركة الجزائرية للتشغيل والسيانة أو ومسي مو ومسي هو كونستريوم أنشاة اليابانية جابو وهي شركة هندسية عالمية مقرها في يوكوهاما جابو كونسولي ميكو هي أيضا شركة يابانية تمتلك 30% من رأس مال سو جاكسا ومقرها في عمان وتقدم الاستشارات والتشغيل كما تمتلك سيانة محطات توليد الكهوبة بنسبة 30% من رأس المال وتمتلك الشركة الجزائرية والعامة تصنع الجاز أربخنا بالمئة من رأس المال في نوفمبر 2018 وقعت شركة آو ومسي عقدة سيانة طويل الأمن مزود الخدمة الستوم بوفر او ام ال تي دي فيما يتعلق بمحطة تيرغا لتوليد طاقة ذات الدورة المركبة بمبلغ 317 مليون ترجمة نانسي قنقر